تعليقك دكتور طارق على المشهد نتنياهو لطالما خرج يقول نحارب على سبع جبهات وكذا 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 يعني نظرتك الإجمالية للمشهد بمواقع جغرافية مختلفة رغم ما يحمل أيضا من تناقضات نعم طبعا اليوم الواقع الجيوسياسي إقليميا مختلف تماما عن الواقع قبل أيام 2006 بكل تأكيد لكن مع ذلك إذا أخذنا على سبيل المثال نموذج لبنان بكل ما يقال عن انهيارات بكل ما يقال عن اختراقات بكل ما يقال عن إمكانيات من الممكن أن تحت تتحقق في لبنان على الجانب الإسرائيلي يجب أن لا ننسى بأن لبنان جبهة مفتوحة مع سوريا وسوريا لا تزال فيها نفوذ إيراني كبير جدا وبالتالي قضية أن تكون الساحة في لبنان أو جولة الإسرائيلي في لبنان هي مسألة سهلة أعتقد أنها بعيدة عن الواقع لأنه الآن مشكلة حماس على سبيل المثال خلال سنة هي كانت الإمداد لا يوجد ظهير الحالة في لبنان مختلفة تماما لبنان مفتوح والخط تقريبا البري مفتوح من طهران تلفات لوجستية لافتة وكبيرة مع ذلك علما أنه بعد سنة حتى الآن هذا غير موجود حتى في غزة وبالتالي في لبنان الموضوع مختلف المسألة الثانية يعني أول أمس ربما كنا على هذه الطاولة عندما جاء الخبر على موضوع المساعي الأمريكية لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة حقيقة اللمع في ذهني هو تغيير اسم العملية الإسرائيلية من سهام الشمال إلى عملية تغيير النظام وهذا كان بشكل مفاجئ بمعنى كان هناك نشوة إسرائيلية للإنجازات التي حققتها في لبنان وبدأت تتطلع مباشرة إلى فكرة تغيير النظام إذا ربطنا هذه المسألة فهناك هدف إسرائيلي أصبح واضحا من العملية العسكرية وهو ألعبت في المقربات السياسية وتحمس أنتنيه أكثر إلى تخليطها بحرب القيامة